خلينا نتكلم عن أهم الفعاليات والورش في الدورة السنة دي ولو في حاجة جديدة اضافت برضو هتكون ايه هي؟ أو نعرف ايه هي؟ أوكي الدورة دي يعني دورة ضخمة الحقيقة يعني أنا السنة اللي فات قلت إن هي أكبر دورة بس أتضح إن السنة دي هي ولسه في أكبر وأكبر فأنا بطلت أقول بقى أكبر وأصغر لأنهم بشأن واحد ما يحركش إيه اللي خليها بقى أكبر من السنة اللي فات؟ ده معناني فيه تحديثات حصلت والله إحنا يعني بدأنا ب13 دولة يعني لما خلاص يعني وضعنا البرنامج وخلاص يعني خلاص حنتنتوكل عليه ونتبع وكده وبعدين بقى 16 يعني بقى ما شاهده طب يطرق إيه أهمية بقى مهرجان زي ده للجاز في مصر مع إن المزيكة الأساسية في مصر هي بقى الشرقية طبعا فعمل إيه أو غير إيه؟ يعني هي ممكن نقول إن المصريين بيعني الغالبية العظمى بتسمع موسيقى عربية طبعا ما فيهم أنا وحضرتك وكلنا يعني بنسمع موسيقى لا بس طبعا لازم برضو ما نقدرش يعني ننكر إن مصر هي بلد متعددة الثقافات ويعني من سنين طويلة يعني من قديم الأزل مش كمان سنين طويلة يعني فوضع طبيعي جدا إن المجتمع المصري كمان يعني منفتح على ثقافات مختلفة ده جاز وكلاسيك ويعني ده إحنا عندنا يعني التاريخ طويل جدا في ده يعني يعني هي ليها وجود من زمان الجاز ما زي ما أنا قلت برضو أعتقد قبل كده يعني يعني موجودة الموسيقى وليها جمهور وليها وفي جيل جميل من العزفين قديم أقدم مني ترجمة نانسي قنقر